بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد يقول ربنا سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الهدّي النبوي كله رحمة وكله إنسانية وكله نبل ووفاء وبر ومن اتصل منا بالهدّي النبوي المشرف إن عكس أثر ذلك بالرحمة والإنسانية والتسامح وما شابه هذه الفضائل على المجتمع الذي نعيش فيه فمن الإنسانية التسامح ومن الإنسانية الرحمة ومن الإنسانية قبول الآخر ومن الإنسانية أنك إذا وجدت طريقا لهداية إنسان قد ضل أن تستسمر هذا الطريق حتى تأخذ بيده من الضلالة إلى الهداية ومن الظلام إلى النور تعالوا نذكر هذا النموذج لسيدنا ثمامة ابن أسال رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيدنا ثمامة ابن أسال الخلفية عنه قبل أن يدخل الإسلام هو سيد أهل اليمامة ملك من ملوك العرب وكان يصدر القمحة والبرة إلى قريش أي أنه بيده أن يحدث مجاع لقريش إذا حبس هذا القمحة أو البر عن تصديره لهذه القبيلة لقريش ثمامة ابن أسال كان يكره الإسلام ويكره المسلمين بل إنه ما من طريق وسبيل تجد فيه عداوة للإسلام والمسلمين إلا وتجد في مقدمة هذا الطريق ثمامة ابن أسال حتى إن ثمامة قد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وكان ينكل بأصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ذات يوم أرسل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سرية من السرايا حتى تحفظ الجهة الشرقية للمدينة المنورة هذه السرية أسرت ثمامة ابن أسال هم لا يعلمون من هو ولا يعرفون حقيقته ولا كنها فلما جاءوا به أسيرا وربطوه في سرية من سوار المسجد وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر ماذا فعل رسول الله أمر النبي ابتداءا بأن يأتي الطعام والشراب لثمامة من بيته صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الطعام والشراب من بيته لثمامة ابن أسال وكان يقول لأصحابه أحسنوا إسارة لكم أن تلحظوا هنا رجل كان يتوحد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينكل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوابكه كلها كانت في العداء المحكم للنبي وللإسلام وللمسلمين ولما جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم أسروا ثمامة قال ابتداءا أحسنوا إسارة ثم أمر أهل بيته أن يقوم بتجهيز الطعام والشراب ليأتي إليه من بيته ثم خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا لم يقابله رسول الله فلما خرج إليه النبي الكريم قال له ماذا عندك يا ثمامة والنبي يتحدث إليه بمنطق الرحمة وبمنطق العفو وبمنطق التسامة ويبتسامة تعلو وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عندك يا ثمامة فتكلم ثمامة بمنطق السادة لأنه سيد في قومه عندي خير يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم يعني إن قتلتني فمعك كل الحق لأنني توعدتك وقتلت بعضا من أصحابك ونكلت بهم إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر أي لن أنس لك معروفك هذا وإن أردت مالا أعطيتك ما تريد كأن هذه بدائل ثلاثة قالها ثمامة لسيدنا رسول الله فأي بديل اختاره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر شيئا ولم يرد عليه بل تركه يوما كاملا حتى يأنس بهذه الوجهة الحياتية للصحابة مع سيدنا رسول الله حتى يرى بنفسه حقيقة الإسلام كيف يقبل الصحابة على النبي كيف يتعامل النبي مع أصحابه كيف يقفون صفوفا واحدة خلف رسول الله في الصلاة وهكذا يتعرف على هذه الحياة الإسلامية المنيرة في رحاب سيدنا رسول الله وأمر كذلك بأن يأتي الطعام والشراب إليه من بيته صلى الله عليه وسلم فلما كان اليوم الثاني جاء سيدنا رسول الله وقال له ماذا عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك سابقا يا محمد إن تنعم تنعم على شاكر لاحظوا هنا إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن أردت ما لن أعطيتك ما تريد هنا بدأ الكلام بقوله إن تنعم لم يقل إن تقتل لماذا؟ لأنه آنس من هذه الوجهة الحياتية للإسلام أن الإسلام ليس دينا انتقامية الإسلام لا يعرف الانتقام ولا يعرف التهجم ولا يعرف القتل ولا يعرف الخشونة الإسلام يدعو دائما لكل ما يحقق الألفة لكل ما يحقق الرحمة لكل ما يحقق التعاون وهكذا فتركه النبي يوما آخر حتى يشهد بنفسه هذه الوجهة الحياتية فلما كان اليوم الثالث قال له سيدنا رسول الله ماذا عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك سابقا فخلى النبي سبيله وهو ما نسميه بلغة العصر عفو غير مشروط فانطلق بعيدا حتى إذا ذهب إلى نخل قريب من البقية اغتسل وعاد إلى سيدنا رسول الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله وقال كلاما كثيرا ثم قال إني أريد أن أعتمر يا رسول الله فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر على شرعة الله وشرعة الإسلام فانطلق ثمامة إلى مكة المكرمة وإلى الكعبة المشرفة وبدأ يصيح بالتلبية لبيك اللهم لبيك فقام المشركون مفزعين من هذا الذي تقرأ علينا يقول بكلام المسلمين فوجدوه ثمامة حتى إن بعضهم أراد أن يقتله بسهم فأمسكوا عليه لأنه هو الذي يصدر لهم القمح والبر وهو يستطيع أن يمسكوا عنهم لما فعلوا معه ذلك قال والله لن تصل إليكم بعد اليوم حبة حنطة واحدة حتى يأذن فيها رسول الله وصل الخبر إلى سيدنا رسول الله وأمسك ثمامة القمح عن قريش وأصابهم بالمجاعة فكتبوا إلى سيدنا رسول الله يا رسول الله إنك تدعو إلى صلة الرحم وثمامة قد حبس عنا البر وقد وصلنا إلى المجاعة فأمر سيدنا رسول الله ثمامة أن يخلي بينهم وبين القمح إذن الشرع الشريف كله رحمة وكله هداية وكله إنسانية وكله سعة فعلينا أن نتعلم ذلك وأن نحوله إلى واقع عملي وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم